طبعا مسحكم الله بالخير ويعطيتم العافية اليوم. بنتكلم عن عملة برامز بسعر صفر فاصلة صفر ستة ثمانية. آآ ماركت كاب تقيبة خمس ستين مليون. برانك اربعمية وتسعة وتسعين. قولي مية 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 بطاشر مليون. طبعا هذي من العملات اللي شغالة على نظام السولانة. طبعا الحين كثرت العملات اللي على نظام سولانة والناس قامت تدخل فيها بطريقة مش طبيعية. المشكلة هذي العملات قام بصير فيها بمب ودمب بشكل مش طبيعي. والناس يستسخل تدخل عفواً ويستخسر أرقام كبيرة. طبعا اللي تابعنا يا مرحبا بك هذه قناتنا في تليجرام. قناتنا مهتمة بالأخبار وتحليل العملات. ونحط صفقات أيضا. وعدنا خدمة دارة الحساب اللي نتميز فيها. طبعا هذي عدنا صفقة كنا نحطيها لعملة ورد كوين. لله الحمد حق الثانعشر بالمية. يعني وبعدنا مستمرين. طبعا عندنا خدمة دارة الحساب. وبخلاف ذلك عندنا قناة العملات الاستثمارية والعملات أيضا الاكتكار. طبعا هني عندنا واحد من الشباب مشارب حان ثلاثة الاف دولار من خلال هذه الصفقة في الفيوتشر بخلاف صفقات السبوت. عندنا هني عملة حقات اكثر عن مية بالمية. خمسة وثمانين بالمية. ستين بالمية طبعا هذا كله في خدمة دارة الحساب. يعني من نزل تحليل ايضا وهني عندنا واحد من الشباب رمحان عشرة الاف دولار من خلال العملات الادارة الحساب. بخلاف العملات الاستثمارية عندنا واحد من الشباب من الف دولار حقق ثمانية ثمانين الف دولار. تقريبا رقم مش طبيعي ما شاء الله ما شاء الله يعني ثمانية ثمانين اكس. ثمانية ثمانين اكس. عقبال جميع ان شاء الله في خدمة اللي هي او في قناتنا اللي مشتركين قناة الاكتدام طبعا لو نشوف يعني انا مستحيل ادخل في عملة مثل هذه اللي هي عملة الشي ساموني ميرو المهم طبعا انا اشوف العملة حاليا متجهة يستحاول تنزل للترند هذا انا اشوف العملة ها طبعا انا شمعت اليوم انا اشوف العملة يستتجه ان تحاول ترجع للترند ممكن نشوف صعود بعد ذلك برغم ذلك انا اشوف العملة تقريبا الان في ترند لاين شوفواني ترند لاين اخر العملة تقريبا اذا انا نقول هي تمشي اساسا بترند عرضي لكن هني صار يسر لي الترند بعد اختبار نجحت في الصعود لكن ما قدرت تستمر موامر البيع كانت كبيرة فهذا ما ادى الى هبوط العملة مرة اخرى حلوين حلوين طبعا انا بالنسبة لي العملة حاليا رح تنزل مثل ما قلت لي هذه المستويات هني دعم مهم جدا ان ما تخسر هذه المنطقة لو خسرت هذه المنطقة مشكلة عملة يديدة ما نعرف لين بتنزل حتى ممكن تشوف ارقام خيالية وارقام يعني صعب صعب انه تتكهن في الهبوط يعني اذا قلنا مبدئيا العملة بتروح لي قاع مبدئيا بتروح لي هذا القاع مبدئيا في حال ان العملة خسرت هذا الدعم خلنا نحطي لون اصفر مثلا في حال العملة خسرت هذا السعر انا بالنسبة لي العملة راح تتوجه شدي اوكي افضل تبين على ان اكبر وزوم فمثل ما قلنا العملة نشوفها متجهة لهذا السعر تقريبا يعني بترتد في حال ما قدرت ترتد راح تبدأ تعطيني عاد اختبار شدي تخسر المنطقة ها في حال ما قدرت عاد اختبار بتنزل لي الدعم ها مهم جدا انه ما تنزل عن الدعم هذا اللي هو 0.014 طبعا لو خسرت هذا الدعم انا بالنسبة لي العملة ممكن نشوفها في يعني مستويات حتى دعم هذا حتى ادنى عن شديد هذا الدعم 0.011 مش 1.4 سوري المهم فمهم جدا نتحافظ على الدعم هذا خسرت هذا الدعم انا بالنسبة لي عملة راح تروح لي يعني اسعار ما يعني الناس ما تباهى حلوين حلوين قبل ذلك في دعم بس دعم هذا ضعيف اذا قلنا نتكلم عنه مش الدعم القوي اللي ممكن العملة يعني احترى ما اوكي ممكن يصير بس مش القوي يعني يعني اذا قلنا العملة ها بضطنين يا ترتد من هذا السعر يا ترتد من هذا السعر طبعا انا بالنسبة لي اني ادخل في عملة مثل هذه صعب يعني اني بدخل برقم جدا 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 صغير اذا بدخل بدخل برقم بحيث انه ما اهتم فيه يعني اذا انا مثلا رسمة لي مثلا عشرة الاف دولار مثلا حتى الف دولار اللي هي عشرة بالمئة لا ادخل فيه بمئة دولار اجرب حظي فيها يعني اللي هو تقريبا واحد بالمئة هي عشرة بالمئة بعد حرام انا مثلا العملات عقوبة زعل عليها المهم يعني عسل مثلا ادخل بواحد نزل تعزز واحد نزل تعزز واحد هذي الطريقة حيث ان كل قاع علي سنعزز فمبدئيا العملة اذا قلنا يعني تقريبا تقريبا هذي موجة موجة ثانية تقريبا الثالثة رابعة ممكن نشوف اللمس هذا اللي هني في حال ارتدت بتحاول ترجع مرة ثانية بناء على النظام الاليوت بترجع تضرب هني بتحاول تلمس هني مرة اخرى تخترق على التختبر وبتحاول ترجع طبعا هذي فرضية في حال انه قدرت ان ترتد من هذا السعر مع اني انا اشوف ممكن ممكن ما ترتد بس ان شاء الله ان شاء الله ليش لا واحد يطمح بخلاف انه هني في مقاوم او دعم يعني حتى هني في هذا السعر في دعم على فكرة شواني خلنا بنلونه باللون الاصفر حيث يكون واضح شواني في دعم يعني ايضا بيساعد العملة في الارتداد يعني بخلاف انه في اللي هو الترندلين اللي هو هني خلنا نغير لون الترندلين نخلي مثلا لون الفقح هذا في خلاف ان الترندلين العملة في الترتد هنا فيه في دعم يعني ممكن هذا الدعم يساعد صراحة من مبدأ لما شوف تذيه ممكن يساعد خلنا نزع على شمعة الاربع ساعات نشوف متوسط الاسيوين شوف متوسط الاسيوين واصل فوق العملة راح يشكر مقاوم خلنا ننزل شوي على شامعة 15 ساعة نشوف كيف 10 ساعة نفس الكلام يعني أنا بنسبة لي نفس الكلام أنا شوف العملة راح تهبط ونبدأ أين نموذج هابط لغاية اللي هو صفر فاصلة تقريباً الهبوط صفر فاصلة صفر خمسة سبعة يعني إذا حضينا الصفقة بنحطه هنا رقم صغير جداً بحيث أنه ما تزعل في حال لأن العملة أدنى على طبعاً الستوبلوز بيكون على صفر فاصلة صفر أربعة الهدف بيكون على 1x تقريباً هذا السعر لا تطمع 1x بيكون على صفر فاصلة واحد واحد ثنين تقريباً أنا بالنسبة لي هذه الصفقة اللي بتكون حقها العملة غير شدي صعب يعني أنا بالنسبة لي إذا قلنا انطلاق العملة مرة أخرى نحتاج الأغلاق على هذا الترند يعني أنه تغلق هنا في حال اختلقت الترند احتاج عادة اختبار بتروح يعني هنه هال الأغلاق اللي فوق هذا الترند يعني بنرجع للسيناريو الإيجابي شديكو خلصنا يعطيكم العافية قبل لا نختم بنحط الأهداف في حال نزلت لها السعر هدف أول بيكون على السعر 0.06 هدف ثاني بيكون على 0.07 هدف العقوة 0.078 الهدف اللي بعده 0.089 هدف اللي بعده 0.01 هدف أخير 0.01 هدف واحد هذيكو خلصنا يعطيكم العافية اللي تابعنا أول مرة يا مرحبا بك على قناتنا في التليجرام رابطوا قناة أسفل الفيديو يعطيكم العافية ومفاجئة خير ترجمة نانسي قنقر